أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة ذات أبعاد استراتيجية ومبنية على أسس راسخة وتاريخ ممتد ساهم في دعم الرؤى المشتركة نحو مزيد من التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة ذات الأولوية على مختلف الصعد جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم معالي السيد دومينيك راب وزير خارجية المملكة المتحدة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حيث تم بحث أوجه التعاون بين البحرين والمملكة المتحدة وسبل زيادة وتطوير حجم الشراكة بينهما بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم السمرارية وتيرة التنمية في مختلف الظروف بما فيه صالح المنطقة وشعوبها منويها سموه بالدور البريطاني في دعم أمن واستقرار المنطقة وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القليمية والدولي وأفق توسيع دائرة الاتفاقيات التي تعطي إضافة نوعية لفرص التعاون وتعزز استجابتها لمختلف الظروف والتحديات وقد عرب وزير خارجية المملكة المتحدة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء لما يليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين منوها بحرص سموه على تعزيز أفق التعاون والتنسيق بين البحرين وبريطانيا في مختلف المجالات